في هذا الفيديو رح أوريك كيف تنشئ أفاتار شخصية متحركة خاصة فيك باستخدام الذكاء الاصطناعي مجاناً إذا كنت تبغى تنشئ محتوى على قناتك بدون ظهور فهذه الشخصية رح تساعدك في جلب مشاهدات عالية ومشتركين لقناتك ورح تخليك تنقبل في جوجل أدسنس بدون أي مشاكل مؤخراً القنوات اللي تستخدم أفاتار متحرك صارت تتحقق نجاح كبير اليوم رح أشرح لك كيف تخلي قناتك ناجحه زيهم ويصير عندك أفاتار يميز قناتك عن باقي القنوات بدون ما أطول عليكم خلونا نبدأ أول شي نحتاجه هو أننا ننشئ شخصية خاصة بنا ولذلك رح نستخدم موقع ليونادو اي آي طبعاً هذا الشرح ممكن تطبقه من الهاتف أو على الحسوب رابط جميع المواقع اللي رح نستخدمها في الوصف أول شي لازم نسويه هو أننا ننشئ حساب في الموقع طريقة تسجيل في الموقع بسيطة أولاً اختار طريقة التسجيل اللي تناسبك أنا رح أسجل بجوجل أول ما تفتح حساب في الموقع أضغط على هذا الخيار وبعدين على خيار قبول شروط الموقع وبكذا صار حسابنا في الموقع جاهز الحين رح نروح لهم خطوة عشان ننشئ شخصيتنا الخاصة بنا نضغط على خيار إنشاء صور أول شي نتأكد من مقاس الصورة اللي تبغاه إذا كنت تبغى الصورة لليوتيوب خليها على هذا الخيار وبعدين نضغط هنا عشان نختار نوع الصورة اللي تبغى وهنا نختار أنيمي وخلاص الحين بس باقي نحط برومت اللي هو وصف للشخصية اللي نبغاه هذا النص رح أتركوه لكم في الوصف عشان تنسخوه نسوي لصق للنص هنا ونضغط على جينيريت ننتصر شوي لين يحمل وخلاص هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها أنا ما عجبتني النتيجة لذلك رح أعدل عليه ورح أخليه بدون نظارات طبعا إذا كنت تبغى تعدل على نص الشخصية بإمكانك تستخدم جوجل للترجمة بإمكانك تغير لون الملابس أو الخلفية وخلاص الحين صار أفاتار الخاص بنا جاهز وخلاص الحين رح نحمل الصور اللي حصلنا عليها اضغط هنا لتحمل الصورة وبكذا خلاص انتهينا من الخطوة الأولى الحين رح ننتقل للخطوة الثانية اللي فيها رح نخلي أفاتار اللي حصلنا عليه يبدو احترافي لذلك رح نستخدم موقع Adobe Firefly رابط الموقع رح يكون في الوصف طبعا أول شي رح نسويه هو إنشاء حساب في الموقع رح نضغط على Sing In واختار طريقة التسجيل اللي تبغى أنا رح أسجل بGoogle من هنا رح نختار الحساب اللي رح تتسجل بيه فGoogle وخلاص كذا حسابنا صار جاهز أول شي رح نسويه هو ننزل للأسفل شوي ونختار هذا الخيار اللي هو Generative Fill ونضغط على Generate وهنا رح نضعي صورة شخصيتنا اللي حصلنا عليها من Lionard AI نضغط على خيار تنزيل الصورة ونختار الصورة اللي تبغى تعدل عليها وخلاص الحين كل شي صار جاهز عشان نعدل على أفاتار الخاص بنا أو الشي رح تسوونه هو إنكم تحددون على الشي اللي تبغون تحدفوه من الصورة مثلا أنا أبغى أحذف الكوب اللي هنا ما عجبني شكله فرح أحدد عليه بالماوس زي كذا ورح أكتب هنا أحذف وخلاص بكل سهولة انحذف إذا عجبتك النتيجة أضغط على خيار Keep Elite بالأسود وإذا ما عجبك أضغط الخيار اللي أسفله طبعا أنت ممكن تستخدم جوجل للترجمة عشان تحذف أو تضيف أي شي تبغاه مثال آخر أنا أبغى أضيف مايك عشان تكون الصورة أكثر احترافية أول شي رح تحدد مكان اللي تبغى تضيف فيه الشي اللي تبغاه أنا أبغى المايك يكون هنا رح أكتب الشي اللي أبغى أضيف هنا وأضغط على Entire وانتظر شوي وخلاص هذه هي النتائج اللي حصلنا عليها أنت ممكن تختار أي واحد عجبك إذا أنت ما كنت راض من النتيجة أضغط على هذا الخيار رح تحصل على نتائج أكثر أنا رح أختار هذا أضغط على Keep وخلاص الباقي ما تروك لك ممكن تضيف نافدة في الخلف أو لوحة تضيف إنارة أو أي شي تبغاه وخلاص أنا الحين راضي على النتيجة رح أحمل الصورة من هنا لما تحمل الصورة رح تلاحظ أنه في علامة مائية في الصورة لأتخاف الحل بسيط رح نروح للموقع الثالث والأخير اللي هو Clip Drop رح نفتح الموقع ونضغط على هذا خيار ونختار الخيار الأخير وهنا رح ننزل الصورة اللي حصلنا عليها ونضغط هنا وبعدين هنا وخلاص العلامة المائية راحت بعدين نضغط هنا ونختار هذا الخيار عشان نرفع جودة الصورة ونخليها احترافية وخلاص انتهينا نضغط على Download لتحميل الصورة الحين بعد ما صار أفاتار أو الشخصية الخاصة بنا جاهزة كل اللي تبقى الحين هو أننا نخليها تتكلم أو نخلي شفاه تزامن الكلام اللي بنقوله أو شي رح نسويه هو أننا نحذف شفاه الشخصية الخاصة بنا لذلك رح نستخدم موقع Canva طبعاً أنت لك الحرية تستخدم أي تطبيق أو برنامج أنت تستعمله أنا رح أستخدم Canva لأنه سهل الاستخدام أول شي رح نسويه هو أننا نضغط على خيار إنشاء تصميم جديد ونختار هذا الخيار بعدها نضغط هنا ومن نوع هنا رح نضيف صورتنا اللي رح نعدل عليها نتأكد نخلي الصورة على المقاس المناسب نضغط على خيار Draw وبعدها نختار هذا القلم ونغير اللون من هنا اضغط هنا وتأكد تختار لون بشرة شخصيتنا وبعدها نرسم على شفاه شخصيتنا حتى تختفي وخلاص انتهينا من هنا رح نحمل الصورة اللي حصلنا عليها بعدها نضغط على Download بعدما شخصيتنا صارت جاهزة الحين صار لازم نتعلم كيف نخليه تتكلم أو تزامن الكلام أو شي رح نروح لليوتيوب ونبحث عن هذا الوصف هنا رح تظهر لك شفاه تتحرك وهي اللي رح نستخدمها انت بعدما تختار أي وحدة عجبتك رح تحملها من أي موقع يحمل فيديوهات بعدما تنتهي رح تروح لأي برنامج تستخدمه للمونتاج أنا رح أستخدم CupCut هنا رح نسوي آخر خطوة عشان نحصل على شخصية متكلمة رح نضيف شخصيتنا على CupCut بعدها فيديو الشفاه اللي حملناه أول شي رح نسويه هو نحذف هذه الخلفية الخضراء رح نضغط على هذا الخيار وبعدها نضغط على العلامة الثانية ونضغط على الخلفية الخضراء وخلاص اختفت الحين رح نحاول نخلي الشفاه تناسب شخصيتنا فرح نصغرها حتى تصير مناسبة ونعدل على الزاوية حتى تصير الشفاه متناسقة مع شخصيتنا وخلاص شخصيتنا المتكلمة صارت جاهزة هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها في هذا الفيديو رح أوريك كيف تنشئ أفاتار شخصية متحركة خاصة فيك باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانا وبكذا شرحنا لليوم انتهى أتمنى يكون الفيديو عجبكم وافدكم ولا تنسوا تدعمونا باشتراك في القناة ولايك للفيديو وإذا كان عندكم أي شيء تبغوني أشرحه في الفيديو الجاي أكتبوه في التعليقات